أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول ما حكم من فسر شيئاً اعتماداً على دليل ثم تبين له أن تفسيره خاطئ فماذا يجب عليه؟ يجب عليه تراجع عن الخطأ وإذا كان انتشر هذا الغلط على الناس لا يبغي أنه يبين هذا للناس وأنه تراجع عنه نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة